جهلي أهرج ويدلك على مكنون قلبه حركاته أبو مشبب صبحك الله بالخير أبو مشبب الله يحفظك أنت نشاءتي يتيم توفي والدك وهو صغير نريد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي والدك ووالدي ووالدينا جميعا وجميع أخواننا لي أمام الشاشات وكل مسلم يقول لا إله إلا الله نبيك تحدثنا عن طفولتك في يتمك رحمة الله على والدك وعلى والدك ووالدتي وأنا قلت لكم أني ميت أبوي وأنا صغير أبو شم بيجيك بس بتخلونا لبو مشبب ونحن عليه وحنوا عليه في هذا الله يرضايا الحمد لله والصلاة على رسول الله وغارك فيكم جزاكم الله عنا كل خير اللهم مننا نسا لك أحبك وحمن حبك والأمل اللي يقربنا لحبك يا كريم خذيتوا يا مشايخنا ويا علمانا العلوم الطيبة وأنتوا منها لها ما نجل من بعدك يا بو شببت والبطاليك حنا طالت حياتكم من يسماء نستفيد من هذا المجتمع الطيب ونحس بكسور في أنفسنا لا أن يا طوي العمر انسى مني كم غلظنا على عيالنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن الله يصلح لنا ولكم النية والدرية فينا على كل شيء قدير أسأل الله يصلح شبابنا وشباب المسلمين إنه القادر على ذلك ما بيدنا قوة القوة بيدها الواحد لحد فكان فينا من الغلة شوي مع العلم أن هل أحقنا يا طوي العمر انسى مني من اللي يتم شيء كثير فلما توصل العلوم لعند الوالدين اللهم رحمهم كما رباني لا حقنا شيء والله أنا من الناس اللي بكيت على الوالد رحمة الله إليه والدين والدين من اسمع والله بعد ما خذت الحريب والله إني بكيت على أبويه رحمة الله إليه والدين والديكم واني بكيت عليه بعد ما خذت الحريب شفت الرجال يا طوي العمر أنت أسمع مني وحمياهم مع عيالهم وأنا ما عندي من يقوم معي ثم ذكرت تربية الرجال اللي شاروها من اسمع أولا فلأ الولد إن شاء الله أنه أول ما يتربى على طاعة الله لأن الرجل إذا تربى على طاعة الله طاع الله ثم طاع يا طوي العمر وأولاة الأمر ثم طاع والديه ثم أصبح قدوة للمجتمع قدوة للمجتمع فإحنا والله ما نربيهم ألا نرقي من الله الواحد لحد أننا ندخل بسبابهم الجنة لأن اللهم مننا نسالك الجنة هو ما يقرب لها من قوله عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قوله عمل الوالدين رحمت الله عليهم ووالدنا ووالديكم أجمعين أمرهم صعيب جدا لا بعد الحدود واللي عرفنا من اللي قدامنا تربيتهم وتوجيهتهم صحيحة الإسلام ولا الدين والشرف لأن ترى الشرف للرجل مثل القزازي ولي انكسر منه الشرف صار برواز البرواز ما يصل حنسع مني بدون قزازة إذا كان يطوي العمر حنسع مني الرجل الله يقيرنا وأنتو شرف الرجال دينه ومعاملته مع طيبين النفوس على كل حال نقول إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهديبنا فإنه على كل شيء قدير على التربية بارك الله فيكم يمتقوا اللي يتم صحيح أنا عطيتكم من ما مر علي بعض مواقف يا حننا نبي ذا المواقف يا أبو والله مر سبيننا موقفين ولا ثلاثة وفعدها بنقوم للفطور والله مر علينا يا طوي العمر بارك الله فيك ومن أسمع أشياء مات النسي ولكن حننا كل ما جينا نذكرها تهيض سجولنا ولا نبغى نتعب المشاهد معنا فيما حصلنا فيه أجل خلاص تراكم عافي يا أبو الله يقزاك خير ويرحم والديك والدي ابن أسمع لكن نقول إن شاء الله إن السامعين إن شاء الله اللي خارق الشاشات ولي داخلها أنهم يربون عيالهم على تقوى الله أول ما يكون ثم على طاعة والديهم ثم على طاعة مليكهم ولي أمرهم في طاعة الله في إنهم إن شاء الله حكامنا نشو في طاعة الله وإن شاء الله أنها تبقى طاعة الله فيهم يا لأ آخر ولدا منهم يولد يا شايف ثاني نيطي العمر هنزع مني التربية الصالحة في والتوجيه السليم التوجيه السليم ترى ما هو الحمل يتحمله الرجل وننسى راعية البيت أكيد أنتم كلكم رعاه وكل راعي ما سؤولا عن رعيته أحسنت ما تقول الحرمة ليش الطالب ولدي إذا أبوها إذا أبوها طالب في شيء ينكره أو نهى عن شيء ينكره وهي ما قامت بواجبها تقوم بواجبها وهو يقوم بواجبه ما نقول إعروهم ولا نقول أضربوهم ولا نقول لكن التوجيه السليم التوجيه السليم ألانا لله الحمد والشكر والثناء العلم موجود والجوالات هذه ما دخلت على الناس بخير ينهرونهم عن مسك الجوالات حتى في مجالسنا الله يجزاهم خير رجالا مثل مثل نبا الكبر نجي في المجلس يلا هو ماسك جواله ما يدري وش قلت أنت من سالفة ولا يدري يطوي العمر نسع منه وش سالفة اللي بتسالح عنها كل ملتهي وإذا انتهى من جواله قالوا ايش تقول هذا اللي ما الهطب هذا اللي ما الهطب توجيه في الخاطر ولا منه جاء ورد الرجال بسالفة ولا سال عن حاجة ولا بهذا ولا كل الذين عادي إذا صحوا من الجوال هذا كل الذين يتهرجون في مكان هذه ماهم من عدب المجالس ولا ههم من عدب التربية وسبقا تطرقنا لها نعم 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 الله يحفظكم من يسمع هذا ما حبنا نقوله صلى الله وسلم الله عليه الرحمن لو اتصر الحلقة هذه سوير على الحلقة